بهدف الاتفاق على الأجندة السعودية المصرية للتعاون في مجال التحول نحو المجتمع الرقمي عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة اجتماعا موسعا مع نظيره المصري بحضور وفدي الجانبين وتم استعراض رؤية البلدين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم كل عناصر النجاح موجودة هناك إرادة سياسية على جميع النواحي هناك اليوم علاقة وطيدة بين الطرفين اليوم تحدثنا على إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق في التحول الرقمي تعتمد على نقاط القوة هناك اليوم ثقل اقتصادي واجتماعي بين الطرفين لإطلاق اقتصاد ومجتمع مشترك رقمي وتناول الاجتماع بحث مجالات التعاون والاستثمار المشترق لدعم منظومة الابتقار ورواد الأعمال وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة في البلدين وتبادل الخبرات في مجال رفع الوعي بفوائد التكنولوجيا الرقمية للمؤسسات في القطاعات المختلفة خلال اللقاء استعرضنا محاور التعاون وجدت خطوات والثابة تدعو إلى الإعجاب في مضمار الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات يقوم بها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وجدت أيضا فرص هائلة للتكامل والتعاون الوثيق بين بلدين في هذا القطاع والتقى السواحة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الذي نقل تحياته إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المملكة في ملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل العلاقات المتميزة بين بصر والمملكة في مختلف المجالات هناك رغبة لدى الجانبين أكدت عليها هذه الزيارة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي للتعاون المشترك في مجال التحول نحو المجتمع الرقمي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين أصم عبد المقصود الإغبارية من مقر مجلس الوزراء المصري بالقاهرة اشتركوا في القناة